اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين معاكم والأهل ينتخب عشان الأهل ينتخب لابد أن الصورة تكون واضحة قدام كل السادة أعضاء النادي أعضاء الجمعية الأممية من خلال استضافة الأهل ينتخب تباعا كل يوم من 10 إلى 11 ونص أحد السادة المرشحين لمقاعد مجلس الإدارة المختلفة اللي حنقول لحضراتكم أسمائهم تباعا لانتخابات 26 نوفمبر معنا النهاردة الدكتور أحمد نبيل غيط دكتور كنت بتتكلم قبل الفاصل على الحلم التاريخي استاد الأهل وانت موجود في فرنسا بتقولي كنت بتبص للأستاد وانت عندك الحلم أن الأهل يبقى عنده ملعب زي كده إذن الله إن شاء الله إزاي هو طبعا نازم بقى فيه تخطيط ونازم بقى فيه رؤية فطبعا نحن نحطين دايما ميزة الأهل أن نحن كمجالس إدارة يأتي مجلس بيكمل رؤية تحطت قبل كده ودي حاجة يعني أعتقد مش موجودة في مصر أو في أفريقيا أو في الشرق الأوسط التتابع التتابع يعني حد يجي كم الشغل حد والناس بتقول الفضل للمجلس اللي قابليه بمنتهى الفخر لا يوجد تقاليد النادي تقاليد ما فيهش كلام بالزبط كده فإحنا أنا بالنسبة لي طبعا نتكلم عن موضوع الأستاذ دوت أنا شايف طبعا أن الأستاذ ده هيبقى مصدر دخل النادي يعني مهم جدا هيفرق في الميزة حال طبعا متابع أنه مجلس الإدارة الحالي كان أنشأ ثلاث شركات بكينات مختلفة أستاذ شركة الأهل للإنشاءات الرياضية هتكون معنية طبعا بملف الأستاذ وشركة الأهل للخدمات الرياضية وفيه شركة الأهل لكرة القدم فمؤكد هتوقف معها بالزبط طبعا هي نفس القصة كلها ده المتابع في العالم كله وعشان كده احنا نقول احنا الأهلي نادي عالمي أو متجهين للعالمية بقوة لنحنا ده الأساس لازم عندك الانفراستركشل أو البنية التحتية عشان تبقى في المكان ده طبعا أنا شايف أن هي طبعا حاجة كويسة جدا لما نحن نفصل الميزانات تاعت النادي عن طريق الكورة أن هي تعطوها الأهلي النادي الأهلي هو الكورة هي وجماهير زي ريال مدريد زي ريفر بول كل فرقة بيبقاليها الشركة بتاعتها هيبقاليها الاستثمار بتاعتها تشجع المستثمرين أن هي تدخ فلوس في الشركة طبعا عن طريق أن ده نادي الأهلي فده اسم الواحده يخليه في الاستثمار قوي جدا نفسي كان بالنسبة لمنشآت نفسي كان بالنسبة للخدمات اللي أنا بس بطمح فيه اللي أنا نفسي إن شاء الله يبقى مقطود طبعا أكيد أنا برضو مش مطلع على المطبخ اللي بيتم إيه جوى التخطيط بس إحنا عايزين يبقى فيه طبعا الرؤية بتاعت الشركات دي ده جانب الإنشآت في مختلف الفروع يعني المجتمع تغير والنادي تغير تجمع وزايد طبعا طبعا فأنا بالنسبة لي بتكلم في نقطة معينة يعني إحنا مرنا بالوباء اللي عد علينا دوت زي الكوفيد دوت أثر على العالم كله تمام وخلى إن فيه مشاكل حصل في كل الأنديات العالم مش النادي الأهلي في فترة دي فإحنا محتاجين يبقى برضو شركات دي شان نتطمن إن شركات مشاهل قدام يبقى فيه باقة بلان لقدر الله حصل الوباء تاني الشركة لقدر الله حصل فيها مشكلة ما تشاط لقدر الله وقفت حصل أي حاجة أو أي كارسة عالمية تاني يبقى شركات دي دايما تبقى مستمرة عشان تدي طمأنينة إن أنا لازم يبقى ما بقوش زي ما يقوله كده بالعربي ما نحطش بيتكوله في أفص واحد شركة الكورة مثلا كمثال إن هي الكورة تمام وهي مهتمية ببيع اللاعبين وهو ده الاستثمار القوي الحقيقي تمام محتاجين يبقى فيه حاجة تانية تبقى موجودة جوا الشركة تخلينا إلا قدر الله يبقى عندي بكة بتزود الداخل وفي نفس الوقت تبقى الشركة مستمرة تاني نرجع تاني مثلا يعني جاءت الفكرة في دماغي النهاردة والله مش بحضر يعني أنا جاي وده مثلا زي فكرة التطبيقات المعمولة عالميا اللي أنت بتعمل التطبيق في اللعيبة بتاعت الأهلية والناس تخش توقع الماتشاط ويبقى عليه فلو إحنا فوق المئة مليون مشجع أهلي في كل العالم أنت بتخلي الناس دي كلها تخش على تطبيق معمول على الكورة طبع شركة الكورة أنه بيجمع الناس تخش تتدي التوقعات وفيه تيشرتات بتعمل في الآخر وكلام ده كله الفلو ده الوحده مبالغ مالية طائرة فأنا إسم الأهلي دازم استغله في أي بيزنس بعمله لأن أنا الأهلي دي حاجة لها تمن فوقر بقى في كل حاجة بهذا التباع أنا في الآخر ما ينفعش أحط كل الأفص زي البيت كله في النفس الباكت أو النفس الأفص لأنه محتاج لأنا يبقى عندي أفكار متنوع أن البزنس دايما أو الشركات دايما مهما حصل أنا جاهز أقدر الله للباكت بلان بتاعتي الموجودة هي دي بس نصيحة أو مش نصيحة طبعا أنا أكيد ما عرفش إيه اللي بيتم جوا بس أنا دي وجهة نظر يعني بيقاش كله على الكرة عشان إحنا جربنا لما حصل مش كافة الكرة اللي عالم كله صراحة ما كانش مستعد فأنا عايزي بقى لايما أنا بفكر كابن الأهلي وعايز أخدم النادي لأ لازم عندنا باكت بلان إننا لو حصل حاجة زي كده الشركة لايما ما تتأثرش أنا عندي بيزنس تاني شغال جواها بيضا حفظ كتير